نتعرف على أنواع الكلمة وطبعاً كلنا عارفين أن أنواع الكلمة تلاتة هو الإسم والفعل والحرف الإسم يا شباب ما دل على إنسان أو حيوان أو نبات ولكن الشرط أن نقول أن ده إسم هو أنه لا يحتوي على زمن يعني ما يكونش جواه زمن أما الفعل هو ما دل على حدوث شيء في زمن معين أما الحرف هو لا يظهر معناه كاملاً إلا مع الكلمات بعده يعني لو جينا بصينا مثلاً على الحرف إحنا قلنا أنه هو معناه لوحده مش هتفهمه يعني لما أجي أقول لك فيه لما أجي أقول لك على لما أجي أقول لك باء أنت مش فاهم حاجة هو مش هيتفهم كمعنى إلا مع الكلمة اللي بعده فأنا عندي أنواع الحروف أربعة أول نوع في أنواع الحرف هو حروف الجر حروف الجر معايا في من إلى عن على الكاف والباء واللم والحرف الآخر هو حروف العطف وحروف العطف أربعة عندي واو وثم وفاء وأو بعد ذلك عندي حروف النفي وحروف النفي أيضاً هي أربعة عندي لم ولن ولا وما ثم يأتي بعد ذلك الحروف الناسخة وهي إِنَّ وَأَنَّ وَكَأَنَّ وَلَيْتَ وَلَعْلَّ لازم أقول لكم معلومة بسيطة على الحرف إن إعراب الحرف في اللغة العربية إعراب ثابت حرف مبني لا محل له من الإعراب أياً كان نوعه سواء حرف جر سواء حرف عطف سواء حرف نفي سواء حرف ناسخ أياً كان نوع الحرف اللي قدام حضرتك بيتعرب إعراب ثابت ألا وهو حرف مبني لا محل له من الإعراب يأتي الدور دلوقتي على الإسم والإسم إحنا لما جينا عرفناه قلناه بيدل على شيء معين ولكن لا يحتوي على زمن ممكن الشيء ده يبقى إنسان يبقى حيوان يبقى جماد يبقى نبات المهم أنه لا يحتوي على زمن لما نيجي مثلا نأخد أمثالة زي وردة ده إسم كلية ده إسم محمد الصدق الذكاء كل هؤلاء هي أسماء الإسم يا شباب قلناه لازم يبقى له علامات ولازم يقبل علامة من الأربعة أول علامة إنه هو يقبل دخول حرف الجر أو الإضافة عموماً زي لما أجي أقول صليت في المسجد كلمة المسجد هنا إسم ليه إسم لأنها قبلت دخول حرف الجر في يد الله مع الجماعة لو جئنا بصينا كلمة الجماعة هنا هتكون إسم لأنها أعربت مضاف إليه لأنه بلها مع ظرف العلامة الثانية اللي لازم يقبلها الإسم هي التنوين أن يكون منواً في آخره زي مثلاً التنوين عموماً تعريفه هو نون ساكنة تلحق آخر الإسم نطقاً لا كتابي على سبيل المثال هذا كتاب هنا كلمة كتاب اسم كنوع لأنها قبلت التنوين بالضم العلامة الثالثة وهي من خواص الإسم دخول حرف النداء أو يأتي قبله حرف النداء زي لما جاء أقول لك يا سماء أقلعي يا محمد يا أحمد كل هؤلاء أسامي لأنها جاءت قبلها أداة نداء العلامة الأخيرة هي دخول ألف ولام التعريفية يعني ألف ولام التعريفية يعني هي بتدخل عشان تعرف للكلمة بدل ما هي نكرة تكون معرفة زي الحق أحق أن يتبع كلمة الحق الأولى فيها ألف ولام إذن هي معرفة وهي اسم طب أحق هنا فعل وليس اسم لأنها لم تقبل دخول الألف ولام نأتي بعد ذلك إلى الفعل وإحنا زي ما قلنا أن الفعل هو مدلة على حدث مربوط بذمن يبقى الفرق بين الإسم والفعل أن الإسم لا يحتوي على زمن إنما الفعل هو يحتوي على زمن ويدل على حدث أنواع الفعل ثلاثة عند الفعل الماض زي ذهب المؤمن إلى الصلاة لو جينا بصين هنا على الفعل في الجملة هنلاقي ذهب وذهب هنا فعل ماض ليه فعل ماض لأنه دل على حدث انتهى خلاص هو ذهب مش هيروح ولا لسه هيعمل لا هو خلاص عمل ذهب أما الفعل الثاني هو الفعل المضارع زي يذاكر الطالب دروسه يذاكر هنا الفعل لو جيت بصيت على الفعل يذاكر هلاقي أن الفعل بيحصل دلوقتي حاجة بتحصل الآن فده اسمه فعل مضارع أما الفعل الأمر زي صاحب الأخيار ده بيكون فيه نوع من أنواع الطلب تقدر تتابع كل دروسك على تطبيق مدرستنا فلس مدرستنا المستقبل يبدأ الآن ترجمة نانسي قنقر